اشتركوا في القناة وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشع وخلت وقد طارت الذكريات بروحي الى عالم ارفعي وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي كأن يدا من وراء الظريح حمراء مبتورة الاصبعي فيبنى البتول وحسب بها ضمانا على كل ما ادعي السلام عليك يا ابا عبد الله وانت في هذه الايام المباركة تعلنها صرخة بوجه الطغاة وتثبت بصمة لم تمحى ابدا بصمة العز والكرامة والشهادة والاباء والتضحية وجعلت هذه الملحمة العظيمة ومن شارك معك يا ابا عبد الله ممن ترب في احضانك احضان الولاية دروسا وعطاء نعم كربلا دروسا وعطاء لكل الاجيال لكل العالم لكل المجتمعات للانسانية جمعاء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم سادة المشاهدين اينما كنتم ورحمة الله وبركاته ونحن نواصل حلقاتنا المباركة حول معالم واقعة الطف في هذا البرنامج المبارك سير الخالدون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما الجهاد سادة الكرام كما هو واضح فرع من فرع الدين ولولا الجهاد لما كانت للرسالات من وجود باعتبر انه الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والاوصياء ومن سار على نهجهم وهم يحملون رسالة السماء كامان بايديهم هم يواصلون الجهاد التبليغ هو نوع من انواع الجهاد الدفاع عن الرسالة نوع من انواع الجهاد رد الاعداء الوقوف بوجه اعداء رسالات هو نوع من انواع الجهاد الجهاد كما يقول الامام علي عليه السلام باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اوليائه وهو درع الله الوثيقة الامام الحسين عليه السلام كجده رسول الله صلى الله عليه وآله كجده امير المؤمنين انه ترجم الجهاد بكلا قسمين لابد من مقدمة سادة الكرام حول موضوع الجهاد الجهاد يقسمه العلماء الى قسمين الجهاد الاكبر والجهاد الاصغر يروى ان سرية جاءوا من القتال وطبعا فيهم الجريح والمتعب والمرهق سيوفهم تقطر من دماء المشركين مشركين فقال صلى الله عليه وآله مرحبا بقوم جاءوا من الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر تعجب هؤلاء الناس الصحابة المجاهدين وقالوا يا رسول الله السيوفهم تقطر من دماء المشركين قالوا يا رسول الله وما الجهاد الاكبر قال جهاد النفس جهاد النفس هو الجهاد الاكبر ويعتبر سادة الكرام هو المقدمة لجهاد العدو الانسان ما لم يجاهد نفسه لا يمكن ان يجاهد العدو لهذا سمي بالجهاد الاكبر الامام علي عليه السلام يقول ميدانكم الاول انفسكم فان قدرتم عليها كنتم على غيرها اقدر وان عجزتم عنها كنتم عن غيرها اعجز ايضا لا بد من مقدمة حتى تضح المطلب يقول الامام علي عليه السلام ان الله خلق اربعا هذا الكون برمته على اربعة اخسام عقل بلا شهوة وهم الملائكة الملائكة او الملك عقل مجرد شهوة بلا عقل اجلكم الله وهي البهائم الحيوانات نعم عدتها نوع من الادراك لكن لا تمتلك عقل بلا شهوة وبلا عقل وهي الجمادات والنباتات وان كان هناك بحث عند العلماء انه النبات يمتلك نوع من الادراك لكن على المهم على العموم وشهوة عقل وهو الانسان فالانسان سادة الكرام اودع قوتين قوة ملائكية وهو العقل وقوة بهيمية وهي الشهوة العقل والشهوة سادة الكرام في صراعا مستمر ومن هنا يقول الامام علي عليه السلام ميدانكم الاول انفسكم الميدان ساحة القتال ساحة الصراع ولا بد ان ينتصر احد الطرفين حتى بالحسابات المادية لا بد ان تصر هذا الطرف او هذا الطرف وهكذا باللحاظ المعنى عند الانسان فالعقل والشهوة ما ممكن ان يلتقياه كلاهما ضدين وكلاهما كما قلنا في صراعا مستمر ميدانكم الاول انفسكم فان قدرتم عليها كنتم عن غيرها على غيرها اقدر وان عجزتم عنها كنتم عن غيرها اعجز بمعنى العقل سادة الكرام هو نعمة الهية اعطيت للانسان الانسان واقعا حينما منح بنعمة العقل تميز عن باقي المخلوقات الاخرى ولهذا العقل هو حجة على الانسان يوم القيامة الله يحتج بالعقل لهذا يقول العلماء ان فاقد العقل واقعا مرفوع عنا القلم يوم القيامة لا يحاسب امام الله سبحانه وتعالى لان هذا فاقد العقل وساقط عنا التكليف الشرعي اذن العقل على ضوءه يكون الحساب والكتاب يوم القيامة يحاسب الانسان يوم القيامة على وجود عقله العقل واقعا هو السبب في ان يحاسب الانسان يوم القيامة والعقل دوره انه يميز للانسان الخير من الشر والحق من الباطل والنافع من المضر وقس على ذلك هذا هو دور العقل يبقى هنا ارادة الانسان والارادة واقعا تبنى شيئا فشيئا الى ان يصبح الانسان اذا كانت عند عزيمة في بناء الارادة تصبح ارادته قوية اقوى من الشهوة فالعقل هذا دوره على سبيل المثال الانسان خلقناكم من ذكر وانثى هذه اختك في الانسانية بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية وما الى ذلك فهنا اذا نظر اليها نظرة ريب وشهواء فهنا انتصرت الشهوة على العقل واذا ابتعد وانصاع الى توجيهات العقل وابتعد عن النظرة الحرام فيكون العقل قد غلب الشهوة الشيطان وسوس ان اخذ هذا المال بين قوسين المال الحرام اموال الشعب العراقي المسكين على سبيل الاختلاس او الفساد الاداري او على مستوى الربا او على مستوى الرشوة الى الى اخره ان اقصد اموال الحرام الرشوة الغش الربا التزوير سرقة اموال الشعب كله مصداق لاموال الحرام فالشيطان يوسوس ان اخذ المال العقل يقول لا هذا المال حرام والبار يقول انما يأكلون في بطونهم نارا فهنا اذا ابتعد الانسان عن المال الحرام فنعموا بها والعكس بالعكس فبئس وهناك سادة الكرام مرحلة خطرة تأتيك مرحلة ثانية اذا رأى الشيطان ان هذا الانسان قوي ولا ينصى على امره الى وسوسته يأتيه بطريقة اخرى ويجب ان نلتفت الى هذه الوساوس يمنيه ويغريه يصبح عنده غرور وانه يوهمه كيف انه اخذ مال الحرام اخذ الرشوة اسرق اموال الشعاب تعامل بالرباء زور الحسين كش ينتهي بعد ما عليك شي اشرب الخمر زور الحسين راح الذنب كيف انه سمعنا هنا وهناك يقول انه الخطيب او غير الخطيب او قرأنا في الرواية من زار الحسين غفر الله ذنوبه صحيح المغفرة موجودة لكن مو معنى الانسان يطوع على الذنب انطلاقا من شفاعة الحسين العقل القرآن اهل البيت السنة الحسين لا يعني يرفضون ذلك واقعا يعني العقل القرآن اهل البيت يرفضون هذا التفكير يعني يصبح الحسين والعياذ بالله سببا في ارتكاب الفعشاء والمنكر وهذا مرفوض جملة وتفصيلة فاصل ونعو سادة الكرام عدنا اليكم سادة الكرام بعد هذا الفاصل ونواصل البحث فسادة الكرام يجب على الانسان ان يحضر من وساوس الشيطان لانه يمنيه باهل البيت عندك 14 معصوم ومباح لك الفعشاء والمنكر الخمر والزينة والعذب الله وغيرهما ففعل شيء من الذنوب المعاصي زور الحسين انتهى كل شيء نحن لا ننكر الشفاعة ولكن الشفاعة بشرطها وشروطها ويجب ان نفهم ويكون عندنا علم ومعرفة ما هي الذنوب التي تغفر ببركة اهل البيت نحن لا ننكر الشفاعة لكن الشفاعة موجودة لكن بشرطها وشروطها يقول الامام علي عليه السلام الظلم ثلاث ظلم لا يغفر وهو الشرك بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به وظلم يغفر هذا الانسان بينما بين الله كان يشرب خمر كان يغني واذا تاب تاب الله عليه توبة النصوحة وظلم لا يترك يعني علي حساب وهو ظلم العباد للعباد تعال انت سارق اموال الشعب سارق اموالي زرت الحسين خلاص راح الذنب اي دين هذا اي شريعة هذه يجب ان ندافع عن منهج اهل البيت من خلال ما يثب اليه البعض من الافراط ديننا يؤمن بالاعتدال وجعلناكم امة وسطة لا افراط ولا تفريط وهذا واقعا افراط في مسألة فهم الشفاعة نعم الشفاعة موجودة لكن بشرطها وشروطها فاعود الى اصل الموضوع انه العقل اذا انتصر من خلال الارادة وابتعد الناس عن الذنوب المعاصي من خلال الصراع العقل بين العقل والشهوة فنعموا بها والعكس بالعكس فهذا هو الجهاد الاكبر جهاد النفس ولهذا الانبياء والاوصياء والاولياء الكمال كل ضمن مقامه لم يصل الى هذا المقام الا من خلال مجاهدة النفس لهذا يقول الامام علي عليه السلام انما هي نفسي اروضها بالتقوى الامام الحسين عليه السلام ترجم هذا المعنى مفهوم الجهاد بكلا قسمي ولهذا الله جعلهم اسوة حسنة يقتدى بهم وحينما اعلنها صرخة بوجه الطغاة اراد ان يرسم للانسانية هذا المخطط او هذا المسير مسير المقاوم الجهاد وخاصة اذا اصبحت الامة وما تمتلك من مبادئ وخاصة اذا كانت مبادئ السماء التي جاء به الانبياء والمرسلون اذا كانت واقعا مهددة من قبل الطغاة والجبابرة فعلى الانسان المتصدي اللي ملقى على عدد التكليف الشرعي ان يعلن هذا الموقف والحسين هو امام مفترض الطاعة الحسين امام سلام الله عليه وحينما عرضت عليه البيعاء ان اما يبايع او يقتل ففضل الثاني على الاول قال الا وان الدعي من الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسول المؤمنون هذا كان هدف الامام الحسين ولهذا انه بعض الناس البسطاء او السذج او اللي عنده ضيق افق ما عنده المان بشخصية امام الحسين ما عنده المان بمفاهيم القرآن الكريم وخاصة موفوم الجهاد فسر هذه الثورة بشكل خاطئ قال انه الحسين اقدم على الانتحار وان لا شنثين سبعين نفر امام جيش جرار امام دولة قائمة والحال لا المسألة ليست تأخذ بالحسابات المادية اذا قلنا انه تأخذ بالحسابات المادية هذا واقعا سوف ننتهي الى نتاج معكوسة والعكس بالعكس انه الحسين لم يقدم عن ترحاش ابا عبد الله هو يقول سلام الله عليه شاء الله ان يراني قتيلة والحسين يعرف ما سوف يقول له الامر لكن كما يقول الفقهاء في باب التساحم سادة الكرام ان عندنا مهم واهم فالعقل الشريعة يقول انه يقدم الاهم على المهم ففي باب التساحم العلامة يبحثون هذه المسألة انه يقدم الاهم على المهم حفظ النفس واجب هذا امر متفق عليه لكنه اذا توقفت الرسالة حياة الرسالة اذا توقف الدين على الدماء فهنا يقدم الدين والرسالة على الدماء لماذا لان يعتبر هو الاهم وبتعبير اخر ان الدين او الرسالة في المجتمع كموقع الروح من الجسد الجسد بلا روح ميت يتفسخ المجتمع المجتمع بلا دين ميت ويتفسخ لهذا اللاحظة المجتمعات الكافرة متفسقة ما تمتلك دين نعم تعتقد ان هذا عتدين مثلا بوذا او غير بوذا ويعبدون الحيوانات هؤلاء الكافروا واقعا ما يمتلكون دين ما عتم رسالة وبالتالي انه هذا المجتمع حينما نستقرئه استقراءا موضوعيا وفي مختلف المجالات يعني هذا المجتمع الكافر حينما نأتي اليه ننظر اليه في الجالب مثلا الاجتماعي في الجالب الاقتصادي في بقية الجوانب الاخرى مجتمع متفسخ مثلا في مجتمع معين لعله التبت على ما اعتقد انه هذا اقليم في الصين انه مجموعة اخوان يتزوجون امرأة واحدة مجموعة اخوان يتزوجون امرأة واحدة هذا على مستوى الجانب الاجتماعي مثلا نأتي الى القضايا الاجتماعية لا صلة رحم لا مودة لا اخاء حتى على مستوى الطعام يأكلون ما هو بغضر عضل الحرمة ما هو يتقزز منه الانسان على مستوى باقي المجتمعات الاخرى يأكلون الحشرات والبهائم مثل الميتة وغير ذلك بل اكثر من ذلك انه هناك مطاعم خاصة في الصين يتناولون فيها لحم البشر هذا الطفل لما يموت في المستشفى ساعة الولادة مثلا هذا يجي جمعهم ويبيعهم الى المطاعم وتصنع منهم وجبة غذاء كاملة هذا حتى على مستوى الاكل ناهيك على مستوى اراقة الدماء المجتمع اذا ما يعيش دين ما عنده عقيدة الهية حتى على مستوى الدماء تراق الدماء وليست لها قيمة الحرب العالمية الثانية سبعين مليون قتيل لعل يطرح هذا السؤال انه سيدنا هؤلاء عتم دين دين المسيح نعم لكن لم يترجم في الواقع العملي عيسى سلام الله عليه يقبل ذلك رسالته تقبل هذا اكثر من سبعين مليون قتيل اما الجرحى اكثر من مئة مليون قتيل كازانزاكي وهيروشيما منطقتين في اليابان ولقيت عليهما القنبلة الذرية وفي كل منطقة اكثر من ربع مليون قتيل هذا المجتمع اللي ما يعيش عقيدة لماذا؟ المجتمع اذا عاش العقيدة الاسلامية تلعب دورا بارزا في تهذيب الانسان في صياغة الذات الانسانية صياغة موضوعية في تربية الانسان العقيدة الاسلامية او العقيدة الالهية كل في زمانها ترتقي بالانسان نحو السماء يرتقي سلم التكامل ويصل الى مقامات عالية يتجرد عن الهوى عن الشهوة عن الغرائز عن الانا عن حب الدنيا وقس على ذلك فهذا واقعا هو السر حينما جعل الامام الحسين ان يستشهد ويقدم تلك الدماء حينما رأى ان الدين مهدد الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ما يقارب اكثر من 23 سنة تقريبا جاهد وناظل وكافح وقدم الشهداء هذه الرسالة واقعا مهددة مهددة بالخطر بالاندثار بالموت ولهذا قال سلام الله عليه إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فياسيوف خذيني نعم حفظ النفس واجب لكنه حفظ العقيدة حياة العقيدة إذا توفقت توقفت على الدماء تهون تلك الدماء وفعلا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب وأية قلوب طاهرة الحسين ومن كان معه ما كانوا يبتغون شيء من حطام الدنيا هذا واقعا درس يرسمه أبا الأحراف سلام الله عليه بل أكثر من ذلك يعطينا درسا آخر ودرس لا تنتهي درس آخر أنه أراد أن يبين للإنسانة جمعا أن الإنسان إذا كان يمتلك عقيدة عقيدة نظيفة عقيدة واقعا ترتقي بالإنسان إلى السماء هذه العقيدة واقعا تستاهل أنه أن يقدم الإنسان دمه ودم فلدة كبده نعم الحسين قدم فلدة كبده أول شهيد من بني هاشم علي الأكبر سلام الله عليه وقدم أولاده فعلي العموم هذا درس من الإنسان حسين أن قدم أبنائه العقيدة واقعا تستحق ونحن على يقين لو أن الحسين عنده ألف ولد لقدمهم واقعا تهون الدماء تهون الدنيا ما فيها من أجل العقيدة لهذا سلام الله عليه يعطينا هذه الدروس في التضحية والفداء والشهادة إلى أن قدم كل ما يملك من الأولاد ومن الأنصار وبالمناسبة حتى الأنصار عندهم نوع من التنوع زهير القين عثماني الهوى وهب نصراني هذا رجل نظر نظر موضوعية لأبى الأحرار وينظر إليه صاحب رسالة وصاحب مبدأ فاستشهد بين يدي الإمام الحسين هذا أيضا درس من وهب أنه الإنسان يجب أن يكون عنده موقف لأن تعرفون سادة الكرام أن الإنسان موقف وقيمته في موقفه وكلما كان الموقف نبيل فصاحبه أنبل هذا أيضا درس في واقعة الطف في مسألة الموقف والتضحية والفداء نعم الإنسان موقف يجب أن يبتعد عن الانتهازية أو التلوّل لا سامح الله ما كان يبتغون شيئا من حطام هذه الدنيا من كان مع الحسين هذا واقع المدرسة فأبى الأحرار حينما صنع هذه المدرسة واقعا وتنوعت فيها الدروس والعبر وأصبحت خالدة إلى يوم يبعثون لهذا نلاحظ أن الطواغيت يحسبون ألف حساب لملحمة عاشورة أنها ملحمة غير متعلقة بالمسلمين أو الحرب أنا ذكرت في حديث أنها لم تؤطر بأي إطار لا إطار قومي ولا إقليمي لأن الواقع إذا أطرت الثورة فشلت أو حجمت أو تبقى محصورة على نمط معي لا ثورة إمام الحسين لكل الأحرار في العالم لهذا أعداؤنا يحسبون ألف حساب لمن يحيي مراسيم هذه الثورة على مستوى الموكب على مستوى المسير على مستوى المجالس الحسينية على مستوى رفع راية الراية رفع الرايات وما إلى ذلك لأنه واقعا إحياء للدين إحيوا أمرنا يعني إحيوا الدين أهل البيت سلام الله عليهم يبينون هذا إحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي ولعله كيسنجر لعله يقول نحن خلال السنة نبني نخطط ونبرمج وننظر ونعطي قواعد ونبذل جهود حثيثة طوال السنة لكنه يتهدم في هذه العشرة عشرة محرم الحرام لهذا أنه أعداء من ذاك التاريخ أعداءنا إلى يومنا هذا حينما يحل محرم الحرام تسود وجوههم وإن شاء الله مسود في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله ولم خزن في حد الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم لماذا؟ لأنهم يخافون على عروشهم يخافون على سلطانهم يخافون على ما يمتلكون من حطام هذه الدنيا وما إلى ذلك الحسين عليه السلام ما كان يبتغي كما قلنا شيء من حطام الدنيا لكن همه الأول إنقاذ الدين إنقاذ الإنسانية فالآية تقول فضل الله المجاد على القاعدين أجرا عظيمة وطبعا الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين ضربوا أروع الأمثلة في الجهاد وقدموا التضحيات وخاصة أنبياء بني إسرائيل سلام الله عليهم قتلوا ولهذا الآن تقول تخاطب بني إسرائيل قل فلماذا تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين قتلت الأنبياء هذا وصمة عار في جبين أو على جبين قوم بني إسرائيل في عدنة في الروايات إذا حل الظلام المغرب ويصبح الصباح تشرق السمس وإذا سبعين بمقتول يوميا يوميا قتلون سبعين نبي ثم يخرجون إلى الأسواق والمحلات وإلى عملهم وكأن شيئا لم يكن لهذا بالمناسبة سادة الكرام عندنا نبي الله ذي الكفل سلام الله عليه في منطقة الكفل بالنجاف أن العلماء يقولون نقب بذي الكفل لأنه كفل سبعين نبي من القتل ثم يأتي دور الأوصياء أهل البيت أيضا ترجم مفهوم الجهاد بحذافيره وبما للكلمة من معنى ثم يأتي أيضا دور العلماء العلماء ورثت الأنبياء قيل صلى وماذا ورثوا قال العلم والأخلاق طلب العلم نوع من أنواع الجهاد الحفاظ على ما تركه الأنبياء سلام الله عليهم من رسالة ومن علوم أيضا يعتبر نوع من أنواع الجهاد الحفاظ على الرسالة من الشبهات من الطرف المقابل أنه ما يبث من سموم أيضا نوع من أنواع الجهاد وكذلك أتباع أهل البيت شيعة أهل البيت أيضا جاهدوا في سبيل الله وما أحياء مراسيم الإمام الحسين عليه السلام في عاشراء إلا وهو مصداق لذلك لهذا حينما تأتي عشرة محرام يستعد الشعب الخصوص محبي أهل البيت لإحياء المراسيم وطبعا لا يرق هذا لأعدائنا بن أمية بن العباس إلى يومنا هذا الحكام الظلمة ومن يقف معهم وعاذ الصلاطين لأن الكل واقعا يشكل خطر عليهم إحياء المراسيم يشكل خطر عليهم أما الطغاة فيخافون من هذه الثورة ومعالم الثورة وإحياء الثورة وهذه المراسيم واقعا هي إحياء لتلك الثورة المباركة نستذكر فيها تلك الملحمة وتلك الصورة المشرقة التي رسمها أبو الأحرار فاصل سادة الكرام ونعود إليكم عدنا إليكم سادة الكرام ونحن نواصل بحثنا بحثنا حول هذا الموضوع الدقيق وهو موضوع الجهاد وصلنا إلى هذه النقطة أنه كل من يحيي مراسيم أهل البيت انطلاقا من التكليف الشرعي ومن يعظم شعر الله فإنها من تقوى القلوب حديث الإمام الصادق عليه السلام احي أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا هو نوع من أنواع الجهاد لماذا؟ لأنه الطواغيت كما قلنا بني أميه وبني العباس ومن لف لفهم ومن هو على شاكلتهم يمنعون الشيعة لهذا اللاحظ مثلا في زمن بني أميه لعنهم الله في زمن بني العباس كانت المآتم تقام خفية مثلا في زمن بني العباس الإمام الصادق عليه السلام يقيم مجلس إلى لجده الإمام الحسين ويرتق المنبر الخطيب شعر أهل البيت ويرث الحسين والبكاء يرتفع ثم يرتفع ويأتي جهاز الاستخبارات والمقابرات يطرق الباب يخرج الإمام الصادق قال ما الخبر يا ابن رسول الله نسمع بكاء وعويلا هم يخافون من المجالس قال نعم عندنا طفل صغير وتوفي هؤلاء يتصورون أنه طفل موجود في البيت وتوفى لكنه الإمام الصادق ينظر إلى من أو يقصد من عبد الله الرضيح سلام الله عليه هكذا طاغ العراق صدام اللعين لعنه الله ومن نصره ومن نصره على أبناء شعبنا أنه كان يحارب المراسم لماذا؟ لأن ظالم وكل شخص ظالم وطاغي يخاف من اسم الإمام الحسين يخاف من راية الحسين يخاف من هذا الطفل واقعا اللي يحمل حب الحسين لهذا تلاحظ حتى الأطفال قتلوا محل الشاهد أنه المنصور يعني شاهدنا على الأطفال المنصور الدوانيقي استدعى زوجة ابنه ريطة قال لها ريطة هذا مفتاح الخزانة وأنا ذاهب إلى مراسم الحج لاحظوا إخواني الكرام أعزائي المشاهدين كيف أن هؤلاء واقعا يتبجحون ويخدعون الناس بمظاهر التدين وهم طواغيت يعني أنت أين أين أنت من الحج بيت الله الحرام لكن المشكلة القاعدة الصدق أن هذا واقعا حج بيت الله وإله وهو خليفة رسول الله فقال لها لا تفتحيها إلا إذا أنا مت تقول أنا كنت أتصور أن هذه الخزانة مخزن أو قاصة فيها من الجواهر والذهب واللؤلؤ والأموال فاحتفظت بالسر إلى أن هلك الملعون المنصور وجاء من ولده من بعده ولده فقالت له ريطة زوجته أنه أبا قد أسرني أعطاني سر وتتمثل بهذا المفتاح مفتاح الخزانة تقول أنا كنت أتصور فيه الأموال والذهب إلى آقرة فتحنا الخزانة وإذا مئة وخمسين جثة لعلوي بين صغير وشاب وكبير ومن العلماء موتى وفي كل أذن واحد من هؤلاء الشهداء رقعة اسم الثلاثي وكذا فتقول أنا تقزست وطبعا جمعهم في مكان واحد دفنهم وبنى تكان من أجل أن يخفي هذه الجريمة وعندنا رواية أن من قتلهم حميد ابن قحطبة قال لهذا سيف اقتلهم لهذا حينما رأى أحد الأشخاص حميد ابن قحطبة اللي قتل من العلويين في شهر رمضان يتناول غداء قال لعنى في شهر رمضان وأنت تتناول غداء يعني مفطر قال لعنى بعد ما يفيدني لا صم ولا صلاة ما الخبر قال لعنى قتلت في ساعة واحدة مية وخمسين علوي طبعا سادة الكرام هؤلاء كلهم أولاد زنا لماذا حرم الله الزنا هذا ابن الزنا ابن الزنا قاتل مجرم يسفك الدماء يهتك الأعراض أعداء للعدل الإنسانية متوحش هذا واقعا أحد أسباب تحريم الزنا وإلا لو لم يكن ابن الزنا لما فعل هذا يزيد كذلك ابن الزنا وإلا لو لم يكن كذلك لما قتل الإمام الحسين فالواقع يخدعون الناس بالتمظهر بالصلاة وصلاة جماعة وحج بيت الله لهذا يطرح هذا السؤال لماذا الإمام الحسين لم يعلنها ثورة على معاوية معما أن الحسين أعلنها ضد ابنه يزيد أحد الأسباب اللي منعت الإمام الحسين الحسن عليه السلام أن يعلن ثورته ضد معاوية لأن معاوية كانت تظاهر بالزهود والتديون والعفة والخشوع وما إلى ذلك منافق واقعا والناس مخدوعة بي فإذا أعلنها ثورة سوف يلام وينتقد من القاعدة اللي ما تحرك عقولها اللي عقولها جامدة اللي مخدوعة ببني أمي أن لماذا ثرت يا ابن رسول الله الإمام الحسن لماذا عن الثورة لا موجب لذلك لا وجد هناك مبرر لأن معاوية رجل زاهد وعابد ويعيش التقشف وهذا ما نره بأم عيوننا فهكذا سادة الكرام فأعود إلى أصل الموضوع أنه شيعة أهل البيت على مر التاريخ قدموا الدماء تلو الدماء من أجل منهج الإمام الحسين هذا واقعا وصية من أئمتنا أن نحي مراسيمهم وعشنا ما يقارب خمسة وثلاثين سنة في ضل حكومة طاغية مستبدة كافرة متجردة عن القيم عن المثل عن الأخلاق عن الإنسانية عن كل شيء وحينما جاءوا سنة ثمانية وستين مارسوا النفاق أنه في بدايتهم كانوا ضعفاء وكان يدعمون بعض المواكب لكن بعد ذلك كشروا عن أنيابهم واتضعت حقيقة وإذا بهم أحفاد بن أمية حاربوا الإمام الحسين وحاربوا شيعة الحسين من خلال عدم إحياء المراسيم وكم قتله وكم استشهده من الشعراء والخطباء والرواديد وأصحاب المواكب والسائرون على نهج الحسين في يوم الأربعين مثلا أو زوار الإمام الحسين كم قتلوا واقعا هذه الدماء واقعا هي امتداد لتلك الدماء في رمضاء كربلة يعني لو لن تكون هذه الدماء واقعا تقدم وعلى أمر التاريخ هي غير من حصرة في الخمسة وثلاثين المضت في ظل حكومة الطاغية الملعون هذه الدماء واقعا هي التي جعلت مراسيم أهل البيت باقية وتبقى إلى يوم يبعثون هذه الدماء واقعا امتداد لتلك الدماء الزكية حيث قال الإمام الحسين عليه السلام إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فياسيب خذيني فمحل الشاهد سادة الكرام أنه هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تحدي للطغاة وللجبابرة ولغيره ونحن نسأل التأريخ نسأل كل إنسان عند ضمير وعند وجدان وعند عقل نتجرد عن كل العناوين والمفاهيم والانتماءات ونحكم العقل فقط نقول أين طاغ العراق وأين من من سبقه أعداء الحسين ونرجع نرجع للوراء مرورا ببن العباس ومن ثم بن أمية هل تجد لهم من باقية هل تجد لهم مراقيد مزارات أثار أثار وكما قال الباري في القرآن الكريم وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاديثُ وفي آية هباء منثورة وهذا واقعا من العبر لهذا أعداؤنا يخافون من هذه الفضيحة أن إذا كان الحسين على باطل ويزيد على حق فمن هو الأولى بإحياء المراسيم بلبس السواد بهذا التفاعل يجب أن يكون يزيد هو الأولى باعتبار هو على حق وبما أنه أصبحت العكس إحياء المراسيم والتفاعل والدماء والأموال أيضا التي تقدم من أجل إحياء المراسيم وأموال الفقراء بالذات هذا واقعا يندل على شيء فإنما يدل على أن الحسين على حق هذه مسألة ما تحتاج لا إلى نقاش ولا إلى توضيح مسألة بديهية بل من أبده البديهيات ولهذا الآية تقول فأما الزبد فيثه بجفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض السلام عليك يا بأبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين وأنت في هذه الأيام المباركة واقعا تعلنها صرخة للتأريخ فالسلام عليك وعلى أنصارك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين إن شاء الله للحديث تتم أستغفر الله لكم سادة الكرام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر